عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام نعم هو عبد لا يُعبن عليه السلام ورسول لا يُكذب عليه السلام وهو روح من الأرواح التي خلقها الله واضافة لنفسه تشريف والله سبحانه وتعالى في إثبات أن عيسى عيسى جاء بلا أب ذكرى قصة آدم عليه السلام أنه جاء بلا أب ولا أم فالذي استطاع أن يخلق آدم من دون أب ولا أم من باب أولان يخلق عيسى بلا أب كما مرحب فيه لا نقل فيه قدحن كما قدح فيه اليهود ولا نقل فيه مدحن كما غلا فيه مدحن و الله هو النصار هميه إيس shalami aqarata بيس مسلمان وطولق اقرمان ما Aaron's ganda بيس أنه جاغنه ظهرم آغهارة صغب شغر أشياء ياعودتار غلغان دائس يقول هبشأن ايوان دولة انه آغتا عم شغرب أشياء تشغر أشياء بيس أمو بتغير أرطولق إنجيل آغا إنجيل كتابه تشغون سورة كاملة في القرآن وهذا لم يأتي إلا لأمه مريم أثنى الله عليها أول كلمة إيسى عليه السلام قال إني عبد الله إيسى عليه السلام سلوغن دو أين بريد آتقان سوز شو مرقايبوغيزن دو مين الله تن قولمون ده سوز آيت حتى يوم القيامة عندما يسأل الله سبحانه وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك يعني تبرأ من هذا ونزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك وقال أنه أمرهم بأن يعبد الله سبحانه وتعالى أخير نحنgraduate أخير أخيطو اتهت أخير أخير سين أمان من أخير من المترجم الناس في المهدي لأن كل مؤمن موحد يؤمن أن عيسى لم يموت. الله سبحانه وتعالى وأن يرسل الآخر الزمن لأن الله سبحانه وتعالى كل المؤمن يموتون هذا الولبانر بموصول الاسلام هذا الكلام بسيط لمسا هذا الكلام في البيتبط والمسلمان وتدفعا كان يجب أن يجب أن يسهل إلا لا يحضر كما يجب أن يتخذ هذا الكلام هذا الكلام بنفس هذا الكلام هذا الكلام ضد هذا الكلام فنحن في كلام هذا الأمر يحضر دعنا يحضر أنه يتخفض أنها في عمز Shim Tu إن عندما أتفcier 겁 are atod من حتى يتخفض و لا يقبل إلا الإسلام و يقتل الخنزير و يكشير الصليم حتى في الصلاة يقدم المهدي لا يتقدم هو عليه السلام في حديث الشفاء الطويل أن الناس أولا يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كل واحد من هؤلاء يذكر شيئا حصل منه و تاب الله سبحانه وتعالى إلا عيسى عليه السلام لا يذكر شيئا نعم في الحديث في الحديث في القيامة في الحديث في الحديث في الحديث في القيامة بالأصدت أمارا إيسى عليه السلام وكذلك موسى عليه السلام أمراء اتبعنا إذا أبوث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دين عيسى عليه السلام ؟ الإسلام ؟ هو دين الأنبياء والرسول إسلام اللعظة الإسلامية فقط لدن البيتراكي لا يوجد افعل نوع إسلام لا يوجد دين يهودية أو نصرانية إن الدين عن الله الإسلام ولكن الله يتخلص الإسلام لا يوجد إسلام لا يوجد إسلام ودعى موسى عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام لا إلا اليهودية نعم فا عيسى عليه الصلاة والسلام دعى الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وكذبوا والله أنهم قالوا أنهم قتلوا إسى عليه الصلاة والسلام نعم فا عبادة الله سبحانه وتعالى نعم لأن الناس يجب أنهم يشعروا الصلاة والسلام وحق وتعالى لأن هذا الناس الذين يدعون الرب في اعتقادهم. مفهوم؟ نعم. فالعرض لا تتعظم. فالعرض لا تتعظم. إنه مرتفع الخطار في حrowsقك و كيف يقول رب عيسى الله وهو يردك و يُصلك على اعتقدهم فالاتحون أولاد جاهزين فلالاتحون أولاد أولاد و أولاد قسنا أولاد جاهزين حسنًا على الأعجل根 وضع للأعجل إذاً لا يمكن أن يكون هذا رب هذا يمكن أن يكون هذا ممكن ثم لو تسأل أصغر أحد عندكم في أول سنة في المدرسة تسأل أي أحد صغير تقول له واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ نعم 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 يمكن أن يكون هناك يا فأسغر أحد أقول أن أحد أنه يكون حافظ فإصلاة أحد فإصلاة يمكن أن يكون ذات موابق يمل أن نحتفظ فإصلاة ما يصلح معه إذننا كيف نصبع اثنانه؟ نعم على العبد رب اوشول اتا بلغو دا هذا تعدي على التوحيد بلده ان الله تلان جلغزده انه قلت بلده انه قلت